ردود فعل سيئة جداً كانت مرتبطة النهاردة بامتحان الفيزياء امتحان زي الزفت تعالين فاشل دي عبارات يعني بسيطة خفيفة من اللي وصف بيها الطلاب السنوية العامة امتحان الفيزياء النهاردة برضو امتحان الفيزياء ده يشكل موجات كل كام سنة يبقى امتحان الفيزياء بيلعب دور البطولة فيه انه يبقى مثار شكوى من الطلاب السنوية العامة انا على ايامي كان لديه واحد صديق بيحسب امتحان الفيزياء هو جاب فيه كام؟ هو نايم هو نايم كان بيحسبه لا اراضينا وسط لكن امتحان الفيزياء يعود ليطل برأسه احنا كان عندنا لغاية دلوقتي امتحان الثنوية العامة 2014 يعني دور البطولة الشر فيه كان في الانجليزي يبدو انه في خلال 48 ساعة اللي فاته تحول للفيزياء مرة تانية لم يختلف اليوم عن بقية ايام امتحانات الثانوية العامة فالبكاء والصراخ اصبح عنوانا بالخط العريض لامتحانات هذه المرحلة المهمة حيث جاءت الشكوى من امتحان الفيزياء لطلاب النظام الحديث بالثانوية العامة من طول الامتحان وعدم ملاءمته لمستوى الطالب المتوسط مفيش ولا امتحان الثانوية الثانوية دلوقتي حرم عليهم مربينا منهم لله الحقيقة اللي فقالنا امتحان من كتاب الوصر فيه كتاب الوصر فيه كتاب الوصر مش رؤونها بالله يوم واحد يعني بجد هل الله نعملوا جيل فيه مفيش ولا امتحان يجيل عدد الاجتساط والاعدة جنين هل الله نعملوا جيل فيه الاسئلة طويلة وفيه مسائل لف خالص مما امتعقدة والامتحان صعب جدا فيما اكدت وزارة التربية والتعليم سهولة امتحان الفيزياء وانه لم يخرج عن الكتاب المدرسي الامتحان جاي من كتاب المدرسي ما فيهوش اي صعوبة معظم الطلاب لو دخلت على صفحات التواصل مبسوطين جدا وبعدين عمر ما فيه امتحان هيرضي جميع الطلاب كما اعلنت عن ضبط خمس حالات غش بمحافظات سهاج ودميات والجيزة والاسكندرية وإلغاء امتحاناتهم ومع انطواء ورقة الاجابة في مادة الفيزياء ينتظر الطلاب ما تخفيه لهم اوراق الامتحانات القادمة ااملين ان لا تطوى على بكاء وصراخ ايا كامل ام بي سي مصر